الموضوع لقاء موسح حول إنشاء سوء للخضار والفاكهة بالمفرأ ببيروت على مشارف الضحي الجنوبية لجهة الغبيري أمام جامع الإمام شمس الدين على أرض تبلغ مساحته نحو 7000 مدر الحضور نواب من بيروت إضافة إلى رئيس المجلس البلدي بالعاصم بلالحمد والأعضاء أما الكلام الذي تقدم على المراحل التي وصل إليها المشروع الذي ينتظر إنجاز دفتر الشروط والمقرر الانتهاء منه بتاريخ 15 أيار المقبل لا يصار إلى تلزيمه والمباشرة بإنشاءه فهو الذي قاله حمد عن صلاحيات رئيس بلدية بيروت التي تخضع لسلطة محافظ العاصمي الأمر الذي يؤدي إلى شل عمل المجلس البلدي أو يؤخر مشاريعه في أحسن الأحوال بيروت المدينة الوحيدة بلبنان مش بلبنان بالعالم اللي رئيس مجلس بلديتها لا يملك السلطة التنفيذية ارضينا خيه فيه ظروف سياسية وطائفية احترامناها بس أنه أنا قرار مجلس بلدي بنقعد الشهور بنشغل عليه ليل النهار بننظم ومنخطط ومنتعب وبعدين بيجي محافظة المدينة بيكب القرار بقلب الجرور هذا لا يجوز محافظ بيروت نصيف ألوش أوضح باتصال مع الال بي سي أنه موضوع الأرار البلدي بشأن سوق الخضار والفاكهة وصل للمحافظة من أيام ولم يرفق بأي مستند أو أي خريطة وقد حول للدراسة وأنجز على أن يتم التصديق عليه هذا الأسبوع معتبرا أنه كلام حمد انتخابي ويقعد من حملي على صلاحيات الإدارة والمحافظ ترجمة نانسي قنقر